كنوز السيرة صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها يوما مسرورا وآسارير وجهه تبرق عن امرأة من همدان قالت حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فرأيته على بعير له يطوف في الكعبة بيده محجا قال أبو إسحاق السبيعي شبهيه قالت القمر ليلة البدر لم أرى قبله ولا بعده مثله وعن الربيع بنت معوذ قيل لها صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لو رأيته قلت الشمس طالعة وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة من القوم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير أزهر اللون ليس بالأبيض الأمهق ولا آدم وليس بجعد قطط ولا بالسبط بعث على رأس أربعين سنة وتوفي وهو ابن ستين سنة وليس في رأسه ولا لحيته عشرون شعرة بيضاء والصحيح أنه توفي عن ثلاث وستين سنة وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضليع الفم أشكل العينين منهوس العقبين وعن أنس بن مالك رضي الله عنه وقد سئل عن شعر النبي صلى الله عليه وسلم قال كان لا سبط ولا جعد بين أذنيه وعاتقه وقال كذلك كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم يضرب منكبيه وفي رواية أنه كان إلى أنصاف أذنيه عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين يبلغ شعره شحمة أذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا أحسن منه وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما مسست بيدي ديباجا ولا حريرا ولا شيئا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شممت رائحة قط أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قيل لأمي معبد صفي لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت رجل ظاهر الوضاءة أبلج الوجه حسن الخلق لم تعبه فجله ولم تزربه صعله وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره وطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثافة أزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنهم وأحلاهم من قريب حلو المنطق فصل لا نزر ولا هذر كأن منطقه خرزات نظمن يتحدر ربعة لا يائس من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفون به وإن قال أنصتوا لقوله وإن أمر تبادروا لأمره محمود محشود لا عابس ولا مفند وهنا يأتي حديث من رآني في المنام فقد رآني فإن الشيطان لا يتمثل بي فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام لا يترتب عليها شيء من الأحكام إلا أن المسلم يفرح بذلك قال الإمام أحمد رؤيا المؤمن تسره ولا تغره ولكن الذي يجب أن نتنبه إليه ألا وهو قوله فإن الشيطان لا يتمثل بي أي بصفته المعروفة فلا يمكن لأحد أن يجزم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يعرف صفته الخلقية صلى الله عليه وسلم شكرا للمشاهدة